تم اخماد الفتنة وعد كل شيء إلى طبيعته موقف لخصه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري بعد ساعات من المواجهات الدامية التي شهدتها العاصمة السياسية المؤقتة عدن نهار الأحد حصيلة المواجهات بلغت 12 قتيلا و132 جريحا وفقا لوكيل وزارة الصحة الدكتور جلال بعوضة الذي أكد وجود نحو 9 جرحة حالاتهم خطيرة فيما خضع عدد من الجرحة لتدخل جراحي وحالتهم باتت مستقرة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن داغر رأس اجتماعا مصغرا لمجلس الوزراء كرسة للوقوف على الطورات العسكرية والأعمال التخريبية التي طالت المنشآت الحكومية وأقلقت السكين العامة الاجتماع أكد ضرورة العودة إلى المرجعيات حلا للأزمة وفيما غابت تصريحة الرئيس هادي حيال أحداث عدن حضرت الإمارات بقوة بصفتها المتحكم الفعلي عسكريا وأمنيا بمدينة عدن وفقا لما أكده رئيس الوزراء في مستهل الأحداث لكن الراد الرسمي الإماراتي خلا من الإدانة المباشرة لما حدث كما خلا من أي تعبير عن الدعم للحكومة الشرعية واكتفى وزير الدولة للشؤون الخارجي أنور قرقاش بتأكيد سلامة موقف بلاده تجاه التحالف بقيادة السعودية وبإزاء التطورات المؤسفة التي شهدتها عدن عبرت الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية عن رفضها لما جرى ويجري من دعوات للإنقلاب على الشرعية وتقويض لمؤسسات الدولة وخروجا على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا واعتبرته خدمة للقوى الإنقلابية في صنعاء وإفشالا لجهود تحالف دعم الشرعية وخدمة للمشروع الإيراني في المنطقة السلطة المحلية في عدن أكدت رفضها القاطعة للممارسات اللامسؤولة التي أقدمت عليها قوات تتبع المجلس الانتقالي أو ما يعرف بالحزم الأمني واعتبرت ما قامت به سلوكا همجيا مرفوضا ويعبر عن النزعة العدوانية التي قد تدخل عدن والبلاد في أتون صراعات دموية لا تحمد عقباها خسارة في الأرواح وتداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة وتدمير للمتلكات العامة جراء أحداث الأحد الدامي في عدن ثمن باهض تدفعه هذه المدينة مجددا جراء استمرار أجندة الهيمنة الخارجية والنزعة المفلتة وفائض السلاح والتمويل وطموح الوصول إلى السلطة من خارج الآليات الدستورية والقانونية والإرادة الشعبية الجامعة وفقا لما يرى المراقبون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة